مو شاهدين انفاس بريس داخل المغرب وخارج المغرب كنت واجدوا مدينة الجديدة وحنا ضيفان عند السي عبد الكبير ديلياس فنان تشكيلي احنا ضيفان عندو ووضيف عندنا في انفاس بريس مرحبا بيك السياد الكبير ومرحبا بينا عندك مرحبا الف مرحبا خيف اريد انتو ما وانفاس بريس وطقن ديكم الف مرحبا شكون هو عبد الكبير ديلياس فنان تشكيلي فوتوغرافي صاحب الخواطر كتر دي الخواطر مرحبا امتى كانت البداية ديالك كانت البداية ديالي من ايام الطفولة البتدائي كتب انسان كيكون بريس صغير كيرسام كده كيعجبوه العائلة ديالي كابيبو مدرس ولكن عالم الاحتيارة فيمتى دخلت ديالي شميل سانه تقريبا الفين وسبعة عاش عاوتي لي بان هذه المرحلة يلي كانت توقف ديالك يعني لقب الفن توقفتي من العمل ديالك اه بمناسبة هذه نقطة شوية حساسة كنت اعطي اوحة العملية من بعدها كفترة نقاها وفي مناسبة ديال واحد مهرجان في فرازيل شيت عنده شي اصدقاء كنت اعطي ديالو كونجي كونجي اخذيت هاد الورقة ديال دوموند دو كونجي وعني الورقة الاصلية فقات عنده في البرافول دالو اللي هي سميته كان واحد المهم ديالو الحزازات ديال بوست مي كان واحد الحزازات سي رئيس مباشر ديالي ولي كان سبب في هاد في هاد شي وهو من الله من الله سبحانه وتعالى ربك يعني انتك انت في فترة ديال كونجي جات كدع ومن مهرجان في البرازيل ديال فنو تشكيلية مشيتي يعني في الفترة ديال كونجي يعني من جيتي قالوا كلا انت مكتيش في فترة ديال كونجي اصلي كان بقى عندهم في برافور ختيتنا عير لودهم وهو باش خديت الوترازاتيهم في شلطة ديال المطر يعني هما باش شولي في الباسبور ممكن تخرجين من يعني كما قلت لي يعني الفن تشكيلي كان السبب ديال الطرد ديالك من العمل ديالك ما نديره كان سبب وكانه حتى الانسان راسابك وش من سنة سم سنة كانت ديالي الطرد ديالي من العمل 2017 2017 يعني دباره خمس سنوات ست سنوات يعني دخلتي العالم احتراف يعني مشيتي في الفن تشكيلي انا مشيتي في الفن تشكيلي لانني لقيت واحد من الناس كين واحد من الناس متواضعين لعم رادار كيشوفوا الاعمال تقيموها كيقول كده اعمالم زيانة تشجعوك يعني كينوا حتى وضع من الناس لهم ناس ما عندهم واحد مستوى راقي كيشجعوك كيشجعوك عندهم مستوى راقي وفن راقي وتيشجعو يعني الفن بالنسبة لي كنا نتابروا الناس باسط ماشيش حاجة اللي مقارنة يعني ايش من فن كدير انت يا حتى دبال الفن وتشكيلي فانواع 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 انا كنمشي اللي كنميل المدرسة الواقعية وتجريدية كنمشي تلت جريدي جريدي تنعبر في علا مثلا دباد ادلي طابلولي حدانة مثلا تعطينا مثلا بحل الطابلولي حدانة كنشو ديرين بينا تبارك الله الطابلوات هادو كنين واقعيين وهادي هادك ماشي واقعي هادا تجريدي 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 تي عبر على المعانات تي عبر على الظلم مستوحى من كلمة الناس الغيوان عبيد الصنق المعبود قلوب الحجر ربما انت عبرتي على طرد ديالك من الخدمة عبرتي لي ببيض طابلو عبرت عليها بالنسبة لي أنا بالعبود بحل هذا تعبروا على المعانات اللي يعيشتها في أيام متلا خدام بحل طابلو هادا هذا هادا سميتيو تيمتل تغطي ووالي انفجار يعني وحد انفجار ورغم انفجار هناك ابتسامة وكين وحد وجه مبتاسم وخا كين يعني الاشلا وكين اطراف وكين هذا الوجه بقى مبتاسم يعني رغم ذلك التغط ورغم ذلك الانفجار انسان را كيبقى رغم ذلك كيبقى انسان الحمد لله قولي المهرجانات اللي شاركتي في شاركت في مهرجان عشطار في القايرة في مصر مهرجان الاستاذ تفاقر نعم عالوها العراقي وكان بفضل الله فنانة تشكيلية هنا في الجديدة ما ننسوش فضل ضيالة فيها اللي يقع معها الاستاذ يعني لك انسانة بانك اكتراض مهرجان الفنانة غزلان حماص عن جمعية جمعية الفن تشكيلي جمعية السلام نشكرها بالمناسبة ومهرجان نتخلين داخل الوطن هنا داخل الوطن شاركت مع استاذ بوطافي وعاقيل واستاذ ارسلان في واحد معرض تشكيلي مشترك في رواقع الكبير الخاطئ في ملاح وشاركت في اوراش فن تشكيلي واحد اسمته كان بالمناسبة ليوم العالمي القدس واحد الثاني واحد اسمته مهرجان وانما كان كاوراش فنية شاركت فيه جمعية السلام وانما كان تشارك بيوم في المهرجان خصوصا في هذه الأيام الحجر من بعد كورونا كان مهرجانات في الفن تشكيلي عن بعد يعني عنيتي في هذه الفترة ديالة تقريبا عامين ونزيل كورونا قلة المهرجة حالة الطوارئ انا عانيت ولكن المعاناة اللي عانيت كثار هو من بعد توقف على الامل يعني الانسان كيكون ختام وطرب واحد ستنى سنين للخدمة يتوقف على الامل وحد المدة طويلة ومكيلة معيلة والوال والحمد لله كنشكر انا الوالدين والوالد ديالي بالخصوص اللي كان كيعوني فزاف وهاز الهم كثير وكان نشكر الناس اللي كيعارفوني كيعارفوني في الحي ولا في المنطقة في كنت خدام وما كيبخلوش عليها كنشكرهم بهذا المباركة نشكرهم الحمد لله اه كانوا الناس اللي عمار عظهر انت ده با وش نادم ولما نادمش بأنه كان يعني هذا الفن يعني هو السبب ديالك في الطرد ديالك من الامال لما نادمش لأنه ربما كان هو سببه ولكن الأسباب اللي كانوا كانوا أسباب أخرين أسباب بشرية يعني كانوا أحد شر ربما كيصل طولك الله كسبب ورا فيه أحد خير ربما خير كنقولوا عسى عندك روشيئا وهو خير لكم كنت تستفد نش يدعم من طرف يعني الوزارة الثقافة لأن تي عند الفرح ديالك في الفن وتشكيلية ما أمارك السفتي لا ما أماري السفتي في عنهم وربما تعرفوهم كنش إخوان كنعرفوهم أنا بعده وش عندك البيطقة ديال الفنان ديال ما زال الضروري تكون عندك بش تستفد نحن نحاول دباتا نجمع في المسائل ديالي لأن كنت شاركتها في مهراجانات واقعية حاليا تقام في مصر ثالث مهراجان واقعي سنشارك فيها في الوز فبريا سيكون إن شاء الله هذا هو الجديد ديالك لأنك إن أساتي ذات مهر تياخذو طابلو ديالي تيطبعوه تتشاركت مهر في الزمالك في مصر في الزمالك كلمة الناس المسؤولين على التقاف والفن وبالأخص الفنون تشكيلية ما ش هتقول لي؟ أنا نقول لي من الفن تشكيلية رأتها هو فن فن راقي كي يبرغ رسالة تبرغ واحد الإحساس وهو يعني رامشي مجرد أن اللوحة تشوف فيها صافي هل كتعبر على بزيف الحويش كتعبر على العاطفة تعبر على معاناة تعبر على المعاشات الواقعية والغيرواقعية واحد الخيالية الإنسان ممكن أنه يرتاح فيها كنقول أن كما قلت إنتهى لوزارة أو لوزارة التقافة أو المندوبية أو هذا يعطيه واحد فرصة للناس اهتمام اهتمام فرصة للناس وحتى كان الناس لديهم إمكانيات أن يشري طابلو واقع المرسوم ويشري واحد مطبوع يعني واحد مطبوع أو الطباعة كتقسل الفن واحد يشري طابلو عادي كتعلق وراءة لديه واحد وإنه يشري طابلو ويشري طابلو بإنه يكون قليلاً غالب يجب أن يأخذ ويشري طابلو بأرخص السامان ويشري طابلو أنا مثلاً أبيع لنا مثلاً أبيع أنا ما غاليش كيليكي مجيب يقولك مليون كيليكي تلبى عشر المليون كين طابلو اللي عند فنان بسيط رغل إلا أعطيته واحد ألف درهم وليشني يا رابحة إلا أعطيته عشر ألف درهم إلا أعطيته ألف درهم إلا أعطيته عشر ألف درهم فهمتي علاش لأنه هوتها كتشجعو كتشجعو وكي يحسب رصورها أكين أصدقاء ديالي كنت وفي حين أصدقائهم وكانت أصدقاء درهم أصدقائهم أصدقائهم وعجبهم بالحال في حين أنام كانوا يعطوني أحد درهم أصدقائهم أخر فهمتي تشجيعاً وكانوا أساتذة تفارق الله أساتذة جامعية وكانوا يشوفهم وكانوا تكشير رمزي بالنسبة لي ممارا رمزي ولكن بالنسبة لي أنا على الأقل أعطاك باش على الأقل باش تدير سباغه ولكن أنا حتى أسميته كندير سباغ الراسي كنجيب سباغ الراسي كنجيب العود الراسي يعني عندك الورشة ما عنديش ورش ولكن في مكان تنخدم كنقضي الغرض رسالة للمسؤولين اللي كانوا بالأخص الناس اللي كانوا يعني في سبب ديال طرد ديالك من الوظيفة ديالك ماذا تقول لي من البردير أنفاس بريس وعشان نقول لي أنا معدي من نقول لي الله سبحانه وتعالى هو اللي يخلص كل واحد على قدر الأفعال دياله على قدر نية دياله وهما الله خلصهم هي أخطيهم الحق وخاء أنهم كانوا سبب في تغيير التجارة المصار ديالي وكانوا سبب في قطع وحد الرزق وحد الموريد وكانوا سبب في يعني لحد العائلة كانت تشرب صرت أني الوالد ديالي دراج الكبير ورطريتي مش حكت بقالي في المانضة وحد المانضة بسيطة وتي حاول أنه ويعاون فهمت يا لله هذا الشيء اللي يخلق أنني في نفسي كنقول أننا لا نسمح للمدنية ولا أخيرة والله غالب الله غالب غالب يا طالب أحسن أحسن حاجة الله غالب مشاهدين أنفاس بريس السمتعنا مع الفنان تشكيلي عبد الكبير ديالياس أخوه علينا قلبه كنتمنى در رسالة ديالا وتوصل المسؤولين تحياتي لكم موسيقى 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 موسيقى